كشفت شركة بيونغ الأمريكية أن الشركة موريتانيا إيرلانز الدولية المملكة لدولة قطلبت طائرة بوينغ 737-800 مقابل 96 مليون دولار الطائرة الجديدة مجهزة بمقصورة داخلية سكاي ستعزز سطول الموريتانية المكونة حاليا من طائرات من طراز S737-700 طائرتين من طراز بوينغ 737-500 وهما سيمكن شركة موريتانية من توسيع شبكتها قد تأسست شركة موريتانية الجديدة في عام 2010 بدأت نشاطاتها في شهر مايو 2011 ولديها الآن رحلات لزويرات ونوذيب وابيجون واباماكو والدار البيضاء ودكار ولاس بلماس وتونس العاصمة